نشوف الشهداء اللي مشاوا قعدنا نوعين من الشهداء ثم شهداء لحظة متاع الثورة اللي هما ضحايا وشهداء النظام الكولياني اللي كان موجود ثم شهداء معارك جديدة ما هيش معارك شعب تونسي هذا كعليش نقولك ثم حالة من الاحباط شنو حالة من الاحباط في مستوى الشكل الفور تونس أعطا الدرس في المنطقة العربية والإسلامية لانتقال السلسل السلطة وهذا مهم جدا حتى بين النظام القديم والنظام الجديد نسميهم ديمة بين الظفرين تم انتقال السلسل السلطة وبالتالي خاطر احنا نعيش في فوبيا تقليدية في انتقال السلطة في بلاد المشرق دوما هو انتقال دموي وتمشي الناس المشكل ضحياه التجربة التونسية كانت مختلفة في هذا المستوى على أنه ثم حالة احباط انتجت فيما بعد هو انغماس الجميع في معارك الماضي يعني ظهرت معارك جديدة في بلادنا معارك الهوية اللي ما كانش موجودة ولانه تحدث عن الساحل تقول سوفين لانه حاجة جديدة ما كانتش موجودة ما كانش في مخيال الناس تخلنا في معارك عقائدية متى عقائد مغلقة ومنغلقة على نفسها اشتركوا في القناة